يسوع المسيح في سفر العدد يتكلم عن حادثة والحادثة أنه لما شعب إسرائيل كان يتزمر ويشتكي الرب أرسل حيات محرقة يعني لا ذعاف صم وبعدين الرب طلب من موسى أن يحط رأيه يعني بشكل حيي وبعدين المسيح في العهد الجديد في يحنى 3-14 يقول وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان شو اللي حدث يعني من خلال هذه القصة القصة دي مهمة أوي لأن الحياة المحرقة للرب أرسلها على بني إسرائيل في البرية موتت عدد كبير أوي منهم ألافات وكان الحل مش أنهم يخدوا مضاد لهذا السم كان الحل أن الرب قال لموسى إصنع حية نحصية ورفعها على راية واللي ينظر إليها هيشفى ويحيى ويحيى ده بالإيمان فالرب بيقول زي النموذج اللي شفته وعمله موسى في البرية الحقيقة أن الرب يسوع لازم يرفع على الصليب علشان اللي بالإيمان ينظر إليه ينال غفران الخطايا أيضا فده كان مثال وتحقيق المثال لكن حتى في العهد الجديد يعني متشوف ذكر للحية مرارا سواء في كتابات الرسول بولوس أو حتى نهاية الحية القديمة في سفر الرؤية تمام شو تعليقك؟ شو التناغم بكلمة الله يعني الحية من اللحظة دي أصبحت تمثل عمل الشيطان للإنسان فالرسول بولوس بيقول أني أخشى عليكم أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها أني تفسد أزانكم عن البساطة التي في المسيح يسوع فرسول بولوس بيشير إلى حدث في سفر التكوين فإحنا إزاي نحاول نلغي هذا الحدث أو نحاول نخليه رمزي استحيل وبعدين الحية دي الرب هيقضي عليها في النهاية وهتكون في سماء جديدة وأرض جديدة ففكر أن الحية تمثل الشيطان هو فكر ممتد في الكتاب المقدس كله اشتركوا في القناة